تحذيرات قائمة على قدم وساق عشاق المطالعة على موعد الأسبوع المقبل مع الصالون الدولي للكتاب سيلة تحذيرات من شأنها توفير كل الظروف والخدمة المواتية لإنجاح هذه التظاهرة حضر الآن في بناء الستونت المعرض اللي هو يعتبر من أكبر الأجنحة سيضم يقارب 1500 عنوان من العنوين الجديدة المعارض اللي كانت ألغيت بسبب الجائحة فإنتاجاتها حاضرة هذه السنة يعني إنتاجات 2020 إنتاجت 2021 الطبعة الخامسة والعشرون طبعة تعود بعد سنتين من الغيابة بسبب الجائحات الصحية تظاهرة ثقافية تأتي تحت شعار الكتاب جسر الذاكرة كما سيعرف المعرض حضور إيطاليا دولة شرف والعديد من الكتاب فبعد التخفيضات في أسعار كراء أجنحة المعرض هاهم اليوم النشرون بدورهم يعيدون عشاق الكتاب بتخفيضات أسعار الكتب هناك تخفيضات مقارنة بسعر العموم وخاصة أنه في آخر جديد حاولنا أنه نلبي رغبة كل الزباء إن شاء الله وضع منصة رقمية تتيح زيارات افتراضية للمعرض مع إمكانية شراء الكتب عن بعد بهدف عصرنة هذه التظاهرة وتوفير خدمات رقمية جديدة قرارات أصدرت في سبيل إنجاح العرس الثقافي وتشجيع المقرؤية فالموعد يوم الرابع والعشرون من هذا الشهر